اشتركوا في القناة وقصته انه ولي وذلك والقادر عليه الحياة نارض ابنت عايش مع اها جميلة اوي في صورة الحشر ان المولى عز وجل بيوصف الانصار والمهاجرين ويركز الاهتمام هنا بموقف الانصار العجيب جدا الذي ما تكرر عبر التاريخ ابدا الا في اشياء بسيطة جدا لكن كانت صورة جماعية في غاية الجمال والروعة قال جل وعلا والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص الله اكبر ايه عجبة جدا ايه في غاية الروعة ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة اكونان خلاص يعني ما فيش قدامي غير اللقمة قد كده على قد انا واولادي ورغم ذلك لما لأي فقير او انسان مسكين او محتاج اشيل الاكل من قدامي ومن قدام اولادي وراح ادهلهم واقولهم انتم اولى مني ومن اولادي وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا ايه الشيء العجيب ده كانت صورة عجيبة اوه ما كاناش مطلوبة اوه اوه طبعا ان الانسان يشيل من قدامه وقدام اولاده لكن كانت صورة عجيبة جدا ان جندلت على شيء فبتدل على قمة التوكل واليقين والثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى ان الانسان يطلع وعنده ثقة ويقين في ان ربنا سبحانه وتعالى قال وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى سبب نزول هذه الاية كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة وانا احكي لكم الحديث كده ببساطة شديدة جدا ان النبي في يوم الايام صلى الله عليه وسلم كان قاعد في المسجد وجاله واحد ضيف عايز يعني ان النبي يضيفه ويأكله فالنبي بحث في بيوت ازواجه التسع فلم يجد لقمة واحدة تخيالوا ان سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم اللي هو خير من وطئ الارض بقدميه صلى الله عليه وسلم وافضل مخلوق على وجه الارض وعلى وجه الدنيا كله هو النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك لا يجد في بيوت ازواجه التسع لقمة واحدة اكلها لضيفه فبصر الصحابة وحب ان هو يشركهم في الاجر فقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيلوا من اللي يقوم بالموضوع دو يعني ربما ان نتخيل مثلا واحد زي سعد بن الربيع رجل ثري وعنده فلوس ربما نتخيل اي واحد من الافراء لكن الذي تقدم لهذا رجل فقير جدا جدا قال له انا اضيفه يا رسول الله خد الضيف وراح البيت وقعد الضيف في مكان الضيفة ودخل على زوجته قال هل عندك من طعم قالت له ما عندي الا قوت الصبية ما عنديش الا على قد بس الصبية فقط يعني هم دول بس شوية الاكل اللي موجودين عندي فاذا به يقول لها طيب يعني نوم الصبية خليهم يناموا يناموا من غير اكلة يناموا من غير عشدوا الاولاد وحبيبوا نوم الصبية وبعدين اعملي واعد الطعام للضيف واعملي نفسك ان انت بتصلحي المصباح طبعا الصباح عندهم ما كانش فلورسينتو ولا نجف ولا غيره كان عبارة عن يعني لمبة سهاري مثلا فقال لها اعملي نفسك ان انت بتصلحي المصباح وانفخي فيه فقط في ايه عشان نعط في ظلمة فاضيف وهو بياكل عشان ما يتحركش احنا هنعمل نفسينا انا وانتي ان احنا بناكل نحرك بقنا ونصدر اصوات واحد بياكل الطعام فاضيف يطمئن ان احنا كمان بناكل فياكل وما يحسش باي حرج وإلا لو لانا احنا مش بناكل ممكن بدل ما ياكل الاكل اللي قدامه ممكن يسيب نص الاكل او تلت اربعه ويقول مش معقول هاكل الاكل كله ويسيب اصحاب البيت بلا اكل او بلا طعام فاللي حصل ان هم عملوا نفسهم بيأكل وهم الاتنين جعانين الزوج والزوجة ونيموا اطفالهم الصغيرين وهم جعانين ويتضغون من الجوع واكلوا الضيف اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح الصباح ذهب هذا الصحابي الجليل ومعه الضيف الى مسجد النبي عشان يصلوا صلاة الصبح فلما لقيه النبي يتبسم في وجه وقال لقد عجب ربك من صنيعكما بضيفيكما الليلة سبحان الله وفي رواية ضحق الله عز وجل الليلة او عجب من فعالكما فنزل قول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة الله على الصورة الجميلة ان واحد يكون بيأكل ضيفه وحرم زوجته اولاده من الاكل ومشرب رغبة فيما عند الله ورغبة في ثواب الله سبحانه وتعالى هم ما تعلمونش الكلام ده من فراغ الحقيقة ان السيد ولد آدم اللي رباهم صلى الله عليه وسلم اللي ابتداء ربنا رباه وصنعه على عينه وجعله سيد ولد آدم وقال وإنك لعلى خلق عظيم فالمولى عز وجل رب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي رب الأمة كلها بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم عمر النبي ما قال لحد لأ أبدا كلمة لأ ما تقالتش من النبي أبدا أبدا حتة إن واحد يروح للنبي والنبي يكون عنده شيء ويطلبه من النبي والنبي يقوله لأ دي ما حصرتش أبدا لدرجة أحيانا كان النبي يعطي الضروريات الأشياء اللي هو محتاجها قوي يعطيها لأصحابي ويعطيها لأصحابي ويعطيها من غيرها المهم إن في النهاية تألف كلو الناس من حواليه صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام الحديث روالي بخاري امرأة من الأنصار جاءت ببرد نسجته بيديها عشان تعطي هدية للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تكسي النبي بذلك البرد فأخذه النبي مغطبطا فرحان بي جدا دخل البيت ولبس البرد الجديد دوت وخارج على الصحابة وفرحان بي قوي برد جديد وكان النبي محتاج إليه جدا جدا ففجأة واحد من الصحابة قال له اكسنيه يا رسول الله لبسوني ودهوني هديه يا رسول الله فما كان من النبي إلا أنه قال صحابة زعلوا منه جدا قال له ما كان ينبغى أن تفعل ذلك وأنت تعلم أن النبي لا يرد طلبا لأحد أبدا وقد كان النبي محتاجا إليه قال أما إني والله ما سألته من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ألبسه وإنما أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذته من النبي من أجل أن يكون كفناً لي بعد موتي قال الراوي فكان كفناً له بعد موتي شفت قدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن عباس بيوصف النبي بيقول كما عند البخاري كان النبي أجود من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون وإحنا في الشهر الكريم ده وكان أجود ما يكون في شهر رمضان بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم يجيله رجل والحديث راموس يسمن غزوة من الغزوات ومعه غنائم كثيرة فقال أمامك غنم بين جبالين فاخذ تلك الأغنام واذهب بها أغنام ممكن توصل ألفين تلات تلف شهر شيء فوق الخيال فأخذ الرجل الأغنام كلها خبالك وهو الحد الآن عنده شك وممكن النبي في آخر لحظة يقول له انت راح فين هاتهم تاني فضلت ساكت ساكت ولم يتكلم بكلم الحد ما وصل للقبيلة بتاعته ودخل الغنم جوه ثم صرخ وانطلق وقال يا قوم أسلمه فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أسلمت القبيلة كلها بسبب شوية أغنام أعطاها النبي لرجل من تلك القبيلة أدئيه النبي فعلا مؤيد بالوحي إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم في حدث الهجرة من مكة إلى المدينة والحديث رواه البخاري إن النبي لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة منهم من ترك الديار والأموال ومنهم من ترك كله وذهب إلى المدينة فآخر النبي بين كل رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين أنت أخو فلان وأنت أخو فلان شوفها دي شيء عجيب جدا أخوه وصلت لمرحلة إن الرجل كان ممكن يترك داره ويسيبها ويمشى عشان أخوه إن الرجل كان بيقتصم ثروته مع أخوه إن الرجل كان بيقتصم ثمار الأرض مع أخين شيء عجيب جدا فكان من دون الأمثلة العجيبة التي توضح ماذا الإيثار العجيب اللي ربنا جعله بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الأنصار اسمه سعد بن الربيع آخر النبي بينه وبين واحدين المهاجرين اللي هو عبد الرحمن بن عف فسعد بن الربيع غاني جدا ما شاء الله وعنده فلوس وصار وجميلة ما شاء الله فقال له يا ابن عوف إني لمن أكثر الأنصار مالا فخذ هذا نصف مالي ما قالوش مثلا أنا معايا مليون جنيه مثلا خذ مني مثلا ألف جنيه وبدأ بيها حياتك وربنا ينصر لو أحتجت حاجة على لي لا مليون جنيه خذ نصف مليون جنيه مين يعمل كده قال له فخذ نصف مالي وعندي زوجتان انتوا عارفون العرب كان عندهم غيرة شديدة جدا على النساء لدرجة وان الكلام رغم انه مش مظبوط ورغم ان كلام ذا غير صحيح شرعا اللي ان تخيل ان الغيرة أخذت واخذت الصحابة ان في يوم الايام زوجته رجبة فوق فرس فوق حصان فمن غيرته من الفرس ان الفرس ركبت عليه امرأته فأحس الفرس يعني سبحان الله يعني مجرد بس ان دفء جسد المرأة وصل الى جسد الفرس وده فرس يعني في النهاية لا يميز بين رجل وبين امرأة ورغم ذلك قام الصحابي فقتل الفرس انا بس بوضح لك رغم ان الفعل ده اصلا غلط بس انا بوضح لك قديه كان عندهم غيره على النساء فتخل الموحد يقول له انا عندي زوجتان تعال بقى خش بص عليهم هما الاتنين اللي تعجبك منهم اللي تحس ان دي مناسبة ليك قوي قول لي وانا طلقها لك وتجوزها انت بعد ما تمر العدة بتاعتها والتاني خليها لن شوف ديه مش مثلا واحدة يعني كويسة واحدة موريان نجوم فعايز الظهر فقال له طب خب قال له موريان نجوم فعايز الظهر فالتاني قول لي والله العظيم ما هي رجع يعني اهب المرة هدية ونخلص منها لا ما عملتش كده قال له فانظر ايتهما تعجبك فأطلقها لك فاذا مرت عدتها تزوجتها انت في مقابل الايثار العجيب ده وتجد في المقابل العفاف العفة العجيبة من عبد الرحمن بن عفاف قال بارك الله في اهلك وبارك الله في مالك ولكن دلاني على السوق فدلها على السوق راح كم معا دينارين اشتارها وباع واشتارها وباع لحد ما ربنا اكرمه بثروة بسيطة كده راح تقدم الى رجل من الانصار وطلب منه بنته وتزوجها على نوات من ذهب حتى لقياه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مهيم يا ابن عوف فقال هل تزوجت قال اجل يا رسول الله قال اولم ولو بشات واطعم اخوانك شيء عاجب جدا ايثار لا يخطر على قلب وشر سيدنا عبد الرحمن ابن عوف يعني النبي عسام بيقول لزوجاته في يوم الايام لا يحنوا عليكن من بعدي الا الصابرون ورح داعي لعبد الرحمن ابن عوف بعد اما مات النبي عسام كان سيدنا عبد الرحمن ابن عوف كان جهز اربعين الف درهم وقسمها بين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام جاياله تجارة تسعمائة ناقة تسعمائة ناقة تساوى النهاردة ايه تساوى النهاردة مثلا تسعمائة مقطورة محملة بالبضائع تخيل تسعمائة مقطورة يعني مش عربية ناقل لا عربية مقطورة محملة بالبضائع جاي من هنا وجاي من هنا جاي من الشام وجاي من اليمن فلما وصلت تلك البضائع تسعمائة ناقة ومشت من امام غرفة امنا عائشة اللي هي كانت من الجريد ومن الخشب شيء عجيب جدا بسيط جدا ومن الطين واللبن فلما عدت من قدام الغرفة الغرفة هتزت فصرخت أمنا أشياء قالت ما هذا ظنت أنه زلزال فقالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف فتبسمت فقالت أجل هذا الذي يدخل الجنة بماله واش معنى كده أنه ما فيش حاجة تانية أو ما فيش سبب تاني لدخول الجنة إلا الفلوس لكن دي سمة مميزة جدا لعبد الرحمن بن عوف أنه رجل عنده ثخاء وعنده إنفاق فإذا بعبد الرحمن بن عوف سمع تلك المقالة وهو اللي النبي بشره في حديث صحيح أنه من أهل الجنة كما في الحديث الذي رأى أبو داود بسند صحيح لما النبي قال أبو بكر في الجنة فلان في الجنة ومنذ ابنهم وعبد الرحمن بن عوف في الجنة فهو عارف لكن الإنسان يحب أن تتجدد له البشرة في قلبي فذهب إلى أمنا عائشة وقال يا أم أنت التي قلت كذا وكذا قالت أجل قال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله يا سلام تسعمائة ناقة تسعمائة مؤطورة كلها بالبضايا اللي عليها كلها لله فجوله تجاري الحجاز فقال له سامعنا يا ابن عوف أنه قد جاءتك تجارة من اليمن ومن الشام أتبيع قال أجل أبيع بكم تشترون قال له بضعف الثمن يا رأيك جايب المؤطورة ديت بلا عليها مثلا باثنين مليون دينار ناخدها كل واحدة باربعة مليون قال لهم لا قال له خلص بضعفي الثمن بدل ما تبقى باثنين مليون نخليها باربعة مليون قال لهم لا قال له بخمسة أضعاف الثمن ولا نعلم تاجرا من أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك إحنا تجار الجزيرة إحنا الكبار الموجودين ومحدش غيرنا موجود فنعطيك خمسة أضعاف قال لا والله لقد بعت قالوا بعت قال أجل قال والله لقد بعت بسبعمائة ضعف قال قالوا وأخذت الثمن قالوا وأخذت الثمن قالوا ومن الذي اشترى منك قال الله الله الذي يضاعف الصدقة إلى سبعمائة ضعف فواحد قال له يا ابن عوف هل تصدقت بمئتي ناقة وترقت الباقي لأولادك قال ماذا أصنع يا أخي إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي عشر أضعفها في آخر اليوم كانوا مثال عجيب جدا جدا في الإثار ونعمة الإثار العجيبة التي كانت في قلوبهم أختم بهذا الحدث العجيب في معركة اليرموك كان فيه سبعة خلاص في الرمق الأخير يعني ضربوا بالسلاح بالسيوف وكانوا في الرمق الأخير كانوا من ضمنهم عكرمة ابن أبي جهل فأشار للرجل الذي كان واقفا قال له كوب من الماء عايز الشبك كوب ماء قبل ما موت فجاب له كوب من الماء فلاقا اللي جنب بيقول آه وبيصرخ وبينظر إلى كوب الماء قال اسقهي قبل منه فرحت داله فالتاني لقى التالت بيتأوه وينظر إلى الماء فقال أعطهي فالتالت لقى الرابع والرابع لحد ما وصلوا للسابع فالسادس لما لقى السابع بينظر إلى الماء فقال الرجل اسقهي قبل مني فلما ذهب إلى السابع وجده قد مات فقال خلاص أرجع بقى السادس فلاقه كم مات الخامس الرابع التالت الأول التاني الأول فماتوا جميعا دون أن يشربوا وكان كل واحد منهم يؤثر أخاه على نفسه فاصل قصير حباب قلبي وارجع لك تاني صلى لحبيبك بالعيوم والمشاعر واليقين رح نعيش بالولوغ مع كل نهاية نعرف المعنى وتدين الحكاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعض الفاصل وشوفنا قديه ثماء يعني صور جميلة جدا من صور الإثار طبعا وقت البنامي الحياة ما بيسمعش اللي احنا نتسع ونشرح أكتر لكن أنا بس بجيب لقطات وصور كده ولمحات علشان الإثار بس كده يعني يطلع من قلوبنا ربنا يرزقنا إياكم نعمة ولذة الإثار ومن عائشة رضي الله عنه وأرضاها لما ادفن في غرفتها النبي صلى الله عليه وسلم وغرفتها كانت داقة جدا لدرجة النبي لما كان يعوز يصلي لما يعوز يسجد كان يغمز أم عائشة في رجلها عشان تلم رجلها ويقدر يلاقي مكان يسجد فيه فإن قام من سجدته يعني نغزها في رجلها صلى الله عليه وسلم عشان تفرد رجلها يعني مكان بسيط جدا فلما ادفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات بعد ذلك أبو بكر وأضفنا في نفس الغرفة فلما يعني جاءت فترة أو اللحظة التي كان فيها عمر بن الخطاب في سكرات الموت استأذن على أمينا عائشة أن يطفن بجوار صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقالت لقد آثرت عمر بهذا الموضع وإن كنت أعده لنفسي كنت أتمنى أن أنا أدفن في المكان دوت بجوار زوجي وأبي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق لكن لا أثرنا اليوم عمر شيء عجيب جدا طبعا إثار يا فوق الخيال يعني لا تقول لي بقى كنوز الدنيا ولا أي حاجة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في قبره صلى الله عليه وسلم كان فيه ثلاثة من الأئمة الكبار في يوم الأيام قدموا للقتل ظلما وعدوانا عند أحد الأمراء فلما قدموا للقتل وجه يوم اللي بيسموا يوم الإعدام فواحد من الأئمة قال للأمير قال له أستأذنك في أن أنت تقدمني أنا للقتل أولا فقال له لي يعني إذا أنت بتقدم للقتل مش لمنصب ولا لفلوس ولا التع لماذا تقدم للقتل أولا قال من أجل أن أوثر إخواني بالحياة ولول دقائق قال سبحان الله تريد أن تؤثر إخوانك بالحياة لمدة دقائق فتقتل قبلهما قال أجل قال وأنا والله لست أقل منك إثارا فقد عفوت عنكم جميعا في يوم الأيام كان شيخ كبير من الأئمة الكبار هو تلميزه كانوا معديين في مكان ما كانوا مسافرين فهم مسافرين كانوا يعدوا على غابة من الغابات والغابة مليئة بالأسود والسباع فهم معديين لقوا أسد رابض على الأرض فالشيخ بيقول لتلميزه قال له يا بني هعدي أنا الأول عشان الأسد يهجم علي وينشغل بي وتمر أنت فأنت العمر أمامك طويل تستطيع أن تنفع المسلمين بعلمك أما أنا فلقد اقترب أجل يعني بيقول لنا خلاص كده كده الرب تموت فلما الأسد يكوني واحد زيك أنت يعيش ينفع المسلمين أفضل منت اللي تموت وأنا مش عيش غير فترة بسيطة فلا ينتفع المسلمين بعلمي فقال له تلميذه والله يا شيخي لا أمر ولا تمر ولكن نمر سويا فإن قتلنا قتلنا جميعا وإن عيشنا نعيش جميعا فمر الشيخ هو تلميذه ولم يلتفد الأسد إليهما بإيثار عظيم جدا حصل ما بين الشيخ وما بين تلميذه في يوم من الأيام واحد من التابعين عرف أن جاره بايت بقاله ليلتين من غير طعام فرح بعث له يعني عدة أرغفة كده علشان يأكل هو وأولاده فأول ما وصلت الأرغفة لهذا التابعي الجليل يعني لسه يبتدي يأكل هو وزوجته وأولاده فإذا بي يقول لزوجاتي طب ده أنا جاري الفلاني دوت إحنا ما كناش بقالنا يومين هو ما كالش بقاله تلت يام فهو أولى هو وزوجته وأولاده قالت لك ما أردت فرح بعث العيش كله لمين؟ لجاره اللي ما كالش بقالهم تلت يام لسه هيكل جاره هو وأولاده وزوجته فقال لها ده جاري اللي جنبي بقاله أربع تيام ما كالش لهو ولا زوجته ولا أولاده قالت لهم أولى بذلك فضل العيش ينتقل ما بين سبعة أبيات لحد ما وصل في النهاية لأول واحد اللي هو بعت العيش دوت لحد ما أكل وربنا أكرمه بهذا الإثار وخد أجل كل الناس ديت بسبب الإثار الجميل اللي كانوا عايشين فيه مش النهاردة أخب عن أخوي أو عن أمي أو عن أبوي أو عن حبيبي على شام حد شعرف أن ربنا أكرمني بهذه النعمة ويشاركني بهذه النعمة والناس بقى عندها ضعف يقين من أن ربنا سبحانه وتعالى ويقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وأن النبي سيد ولدي آدم الصادق والأمين صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن كان أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة كان فيه واحد اسمه عمر ابن عبيد اللان في يوم من الأيام وهو مسافر من مكان لمكان فرح معدي على مكان فيه صحراء كده فلقى غلام حبشي أسود جالس قدام بستان وعب بيأكل فلقى كلب معدي من قدام الغلام دوت والغلام كان بيعمل حاجة غريبة جدا كان بيأخذ من الرغيف الأدام وبيأكل هو لؤمة ويرمي لؤمة للكلب عزقم الله فيرمي لؤمة للكلب وياكل هو لؤمة فتعجب الرجل فقال لماذا تصنع ما تصنع اللي انت بتعمله دوت قال إن هذه الأرض ليست بأرض كلاب يعني الأرض دي ما فيش فيها كلاب فواضح إن الكلب ده جاي من مكان بعيد جدا وهيموت من الجوع فما أردت أن يراني وأنا آكل حتى أشركه معي في الطعام هتعجب الرجل اللي هو عمر بن عبيد الله تعجب من خلق هذا العبد فقال عبد أنت أم حر قال أنا عبد لصاحب هذا البستان فرح الرجل اللي هو عمر بن عبيد الله رح مخبط على صاحب البستان قال أتبيع هذا العبد قال أبيعه قال أريد أن أشتري العبد وأنا أشتري البستان قال لك ما شئت ادالوا التمن وبعلوا اختري منه العبد والبستان ثم خرج للعبد وقال أبشر فقد أصبحت حرا لوجه الله وهذا البستان هدية لك فإذا بالعبد الأسود يقول كلمة عجيبة جدا قال إن كنت أشهدت الله على أن البستان من حقي فأنا أشهد الله عز وجل أشهدك أن كل ثمار البستان لفقراء تلك المدينة فقال عجبا لك تتصدق بثمار البستان وأنت بثمار البستان وأنت مع ما أنت فيه من الفقر ومن الفاقة فقال سبحان الله إني لأستحي من الله أن يجود علي بشيء فأبخل به شيء عجيب جدا في الإثار الكصة العجيبة اللي عايز أقولها برضو كان فيه واحد اسمه سعيد بن العاص سعيد بن العاص كان ليه جار عايش جنبه وكان سعيد بن العاص كان رجل فاضل جدا لو مرض جاروه عاده وذهب إليه وزارة ولو احتاج جاروه أعطاه ولو احتاج النصيحة نصحاه ولو احتاج إلى العلم علمه وكان يحسن جوار كل من جاوره ففي يوم الأيام جار سعيد بن العاص احتاج أنه يبيع الضار بتاعته لأنه كان محتاج للفلوس فعرض الضار للبيع عرضها بأدية عرضها بخمسين ألف درهم فقالوا إزاي تبيع الضار بخمسين ألف درهم رغم أن هي ما تسويش إلا عشرة آلاف قال لهم أجل أنا أبيع الضار بعشرة آلاف وأبيع جوار سعيد بن العاص بأربعين ألف درهم قالوا وهل يباع الجوار قال أجل وهل وجدتم إنسان أفضل من هذا الرجل إذا مرضت عادني وإن احتاجت أعطاني وإن استنصحته نصحاني وإن أعطيته سرا كتمه وإن وإن وقعد بقى يعدد مناقب هذا الرجل فوصل الكلام لسعيد بن العاص فبكى بكاء مريرا ثم أرسل لجاره مئة ألف درهم وقال أمسك عليك دارك فوالله لا أرضى بجار من دونك أبدا مرضاش بحد يجورني غيرك أنت أنت اللي عارف قدره قمتي وأنت إنسان جار محترم وإنسان فاضل فلازم تكون أنت في جواري القصة الأخيرة اللي عايز أحكه لكم قصة رجل كان كريم جدا عمره ما يشوف فقير أبدا إلا ما لازم يطعمه ويعطيه وعمره ما بخل على حد أبدا وعمره ما قال لحد لأ أبدا لأنه يتأسى بالحبيب المصطفى الذي قال عنه المولى عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا في يوم الأيام في شهر رمضان هذا الرجل الطيب المبارك جالس مع زوجته وأولاده في وقت الإفطار ولسه بيسمعوا الأذان فبدأوا يكلوا فلسه بيكلوا أول لؤمة فلأى واحد سائل فبيقوله سألتك بالله لقمة أتبلغ بها أنا وزوجي وأولادي فوالله ما ذكنا ضواقا ونحن صائمون ولم نستطع أن نأكل شيئا فأخذ الصفرة كلها والطعام كلها شال الطعام كله من قدام زوجته وأولاده ورح مديه لهذا السائل وقال الله يخلف علينا زوجته طبعا زعلت كيف تصنع هذا ونحن صائمون ونحن في رمضان فراح تخدد دخل الجوب عشان تجيب ملابسها وراح رضونا على بيت أهلها فهو عمال يهدي فيها وهي لا يمكن لازم تسيب له البيت فلسه هتخرج من البيت وجدت باب البيت يطرق فأول ما الغلام فتح الباب فلقى أجود أنواع وأصناف الأطعمة من بقى يعني ديوكرومي على فراخ على أوز على شياه على حاجات بقى مما تطيب لها النفس فإيه اللي حصل فالرجل حيلهم يعني بيقوله الغلام بيقوله فلاني الفلاني صاحب القصر الذي في أول الطريق كان عنده عزومة وكان عازم ناس كتير جدا من كبار القوم فلم يأتي منهم أحد فخشي على الطعام أن يفسد فقال اذهب بهذا الطعام إلى العبد الصالح فلاني فلاني فأعطيه هذا الطعام فتبسمت الزوجة وتبسم الزوجة وقال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منهم ده اللي احنا محتاجين محتاجين يكون عندنا يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى والله العظيم خلي عندك يقين أنت لو طلعت لقمة ربنا يخلف عليك بسبعمائة لقمة وأكثر من ذلك لو طلعت جنيه أو درهم أو دينار أو أي عملة بتطلعها تأكد أن ربنا هيخلف عليك وهي بارك لك ويعطيك الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى محتاجين نتعلم لغة الإيثار أنا مش عاليس بكلمك على الإنفاق بس مش مجرد إنفاق من يعني واحد معاه لا ده النبي يقول صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي يقول سبق درهم مئة ألف درهم قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال رجل كان عنده عرض كثير من المال رجل عنده ملايين فتصدق بمئة دينار ورجل لم يملك من الدنيا إلا درهمين فتصدق بدرهم واحد يعني تصدق بنصف الثروات فسبق درهم مئة ألف درهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنطلق أخاك بوجه انطلق محتاجين الإثار بالبسمة إثار بالمعلومة إثار بالمال إثار بالجوار إثار بالكلمة الطيبة إثار بأي شيء ربنا يكرمنا ويكرمكم رب العالمين أكون قاعد في أتوبيس أو قاعد في مكروباس لإطراج الكبير في السن واقف أقعدوا وأوثروا على نفسي أكون داخل عيادة ولأواحد مريض تعبان أكتر مني فأوثروا ودخلوا قبل مني إيه المشكلة؟ ده مش ضعف ولا أي حاجة ده إكرام وإثار عايزين نتعلم الإثار في كل حاجة ربنا يجمعنا وإياكم يا رب العالمين مع سيد ولدي آدم في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نلتقي بكرا إن شاء الله مع آية وحكاية وأصلى الله على بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نقرى في الكتاب